الحديث الأول من الباب التاسع من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق الباب التاسع علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث مر علينا في الحلقات الماضية لكنه من الأحاديث الأصول التي لا بد أن نتناولها دائما الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه تلاحظون أن التعانق موجود على طول الخط فيما بين المعرفة والعبادة فإن العبادة من دون معرفة لا قيمة لها والمعرفة مقدمة أساسية للعبادة بل إن جوهر العبادة المعرفة بل إن العبادة هي المعرفة والمعرفة هي العبادة ولكن الحديث يتخذ حيثيات من جهات متعددة ينظر إليها في تشخيص الحقائق سيد الشهداء خرج على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله فقال الحسين صلوات الله وسلامه عليه معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذه الكلمات لخصت كل الحديث المتقدم في الصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى إمامنا الصادق يقول خرج الحسين صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما على الصادق وعلى سيد الشهداء خرج الحسين على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه هذه هي الحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنه برنامج حياة ما هو بحديث عن طقوس معينة الطقوس المعينة والمشخصة تأتي أجزاء عبادة مخصوصة في نحو جزئي معين ضمن البرنامج الممتد الواسع إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه إنه البرنامج الممتد الواسع وليس الحديث عن طقوس معينة هنا فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه كيف يكون ذلك بحسن النية في الطاعة من الوجه الذي يطاع الله من أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية صفحة 110 باب العبادة الحديث الثاني بسنده عن أبي جميلة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال الله تبارك وتعالى هذا حديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن الله مباشرة مثلما مر علينا كيف أن فاطمة صلوات الله عليها حدثتنا بحديث الله بنحو مباشر في حديث الكساء اليماني مر علينا هذا الكلام في الصحيفة الثالثة من صحائف عقيدتنا السليمة حينما كنا نتحدث عن قيمة الدين فمثلما حدثتنا فاطمة عن الله بشكل مباشر ها هو الصادق يحدثنا عن الله بشكل مباشر الإمام الصادق يقول قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون تتنعمون بها في الآخرة في برنامج العبادة في الآخرة نحن لا نتحدث عن برنامج للعبادة في الآخرة عن برنامج للعبادة في الدنيا ولكننا خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الآية لا تتحدث عن الدنيا الدنيا مرحلة من مراحل خلقنا ودار من عدد من الدور والمراحل التي نمر بها إلى النقطة الأخيرة إلى نقطة لقاء الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة هو لقاء بمحمد وآل محمد ولكن بمذاق جديد ولكن بلون جديد يا عبادي الصدقين تنعموا بعبادتي في الدنيا بهذا البرنامج الذي رسمه الله لنا ببرنامج محمد وآل محمد وبنحو دقيق ببرنامج بيعة الغدير المحمدية تلك هي العبادة التي إذا كنا قد بايعنا بصدق فعلينا أن نتنعم بها وعلينا والحديث عن نعيم عن نعيم لا بمعنى نعيم الشهوات واللذائذ المادية وإذا كان هذا متوفرا أيضا بحسب الأسباب التي تتهيأ للإنسان فإنه سيقع في حاشية الأمر من هنا عبر عن النعيم في الكتاب الكريم في تأويلهم وتفسيرهم من أنه ولاية علي بن أبي طالب فالنعيم إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة إنها صور حقيقية تحدثنا عن ولاية علي صلوات الله وسلامه علي يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة الحديث الذي بعد هذا الحديث أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله في الحديث المتقدم كان الصادق يحدثنا عن الله مباشرة وهنا إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله إنه يحدثنا بشكل مباشر أئمتنا حينما يقولون قال رسول الله إنهم لا يحدثوننا بحديث رواية إنهم يحدثوننا بحديث علمهم المطلق فهم يسمعون رسول الله فإن صوت رسول الله لم يكن محجوبا عنهم الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية بالنسبة للإمام المعصوم تشكل نقطة واحدة نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم إنني أشير إلى الوجه الباطن منهم في وجههم الباطن فإن الماضي والحاضر والمستقبل يشكل نقطة واحدة ما هذا الموضوع علماء الفيزياء في عصر الحاضر يثبتونه بمعادلات رياضية على الورق صحيح نحن لا نتحسس هذه المعاني لكن الزمان بحسب ما وصلت إليه الفيزياء المتطورة صار نقطة واحدة تجمع الماضي مع الحاضر مع المستقبل في نقطة واحدة ومن هنا راحوا يفكرون في السفر إلى الماضي أو في السفر إلى المستقبل هذا الكلام يحسب بمعادلات رياضية على الورق لم يتمكن من تنفيذه لحد الآن هذا أمر آخر لكن بحكم العقل وبحكم المنطقي وبحكم الرياضيات العميقة وبحكم الفيزياء المتطورة هذا أمر ممكن على الورق في هذه المرحلة أنا لا أريد أن أستدل بهذه المعاني بخصوص ما يرتبط بشؤون أئمتنا إنما جئت بهذا مثالا حسيا تقريبيا من واقع حياتنا الدنيوية اليوم فالإمام هنا يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة هذا هو العشق الذي أشرت إليه في حلقات سابقة من أن العشق هو جزء من ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بما يتحدث عنه الصوفيون وعرفاء الشيعة ما يتحدثون به عن العشق لا شأن لي بتلك الترهات ترهات هم لهم أنني حين أتحدث عن العشق أتحدث عن العشق في ثقافة العترة الطاهرة مثل ما جاء في هذا الحديث الشريف أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها هذا هو التطبيق العملي للركن الرابع من أركان العقيدة التوحيدية مر الحديث في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية الآثار التي تنعكس على بنائنا العقلي وعلى تكويننا وعلى تحقيق شخصيتنا هذه المضامين هي هي هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها ماذا قال الصادق عن خدمة صاحب العمر لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا هو التفرغ للعشق وللعبادة الحقيقية يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا هو هو العشق وهذه هي العبادة الحقيقية وهذا هو تطبيق واضح وعملي صريح لمضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر هو يعيش في نعيم في نعيم القرب من إمام زمانه وذاك هو النعيم الحقيقي نعيم العقول والقلوب نعيم العقيدة السليمة أقرأ عليكم الرواية وهي من أجمل الروايات عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر أوضح مصداق لهذا العشق ولهذه المضامين إنهم أنصار الحسين أنصار الحسين لا أعرف أصحابا لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي إنها كلمة سيد الشهداء ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي كلمات الحسين التي تعرفونها وسمعتم بها مرارا فهو لا يعرف ولا يعلم أصحابا خيرا من أصحابه هذه الأوصاف كانت تتجلى فيهم والبعض منهم تجلت فيه هذه الأوصاف في الأيام التي قضاها مع الحسين قبل تلك الأيام ما كان يمتلك ولا واحد من التريليون من تلك الأوصاف لكنه حين توجه للحسين بصدق جذبه أبو عبد الله وتلك الجذبة هي التي غيرته بالكامل بالمطلق فجاءوا مصداقا واضحا لهذا المنطق المحمدي أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها لقد عشقوا حسينا وعانقوا حبه وعانقوا معرفته وعانقوا طاعته وعانقوا التسليم إليه أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده لقد باشروا ما باشروا بقلوبهم وبأجسادهم حتى قضوا مجزرين على رمال الطفوف وباشرها بجسده وتفرغ لها لقد تفرغوا للحسين كاملا طلقوا الدنيا وطلقوا البيوت وطلقوا الأموال وطلقوا العيال وطلقوا كل شيء أولئك هم أصحاب الحسين طبقوا هذه الرواية عليهم صاحب الأمر يبحث عن أناس لا يكونون بهذا المستوى يبحث عن أناس يكونون بمستوى قريب من هذا المستوى ولكن لا وجود لهم بيننا أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر لذا نجد في كل ما ورد في أحاديث العترة من أوصاف لأوليائهم ما وصفوا مجموعة بالعشاق إلا أصحاب الحسين في كربلاء أقرأ عليكم من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 295 الحديث الثامن عشر نقله عن الخرائج والجرائح وقال الباقر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول خرج علي أمير المؤمنين يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان فقال قتل فيها قتل في هذه الأرض مئة نبي ومئة سبط كلهم شهداء يتحدث عن الأمم الماضية ثم يتحدث عن الأيام الآتي أمير المؤمنين ومناخ ركاب هنا ستنوخ ركابهم ستنوخ قافلتهم إنهم الأحبة الذين قال عنهم أمير المؤمنين وهو يخاطب أرض كربلاء طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة إنه يتحدث عن الأحبة هؤلاء طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة أعود إلى الرواية أمير المؤمنين تحدث عن التاريخ القديم لكربلاء فقال قتل فيها مئة نبي ومئة سبط كلهم شهداء ثم يتحدث عن قادم الأيام ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء هذه المجموعة الوحيدة بحدود علمه المجموعة الوحيدة التي وصفها المعصومون بأنهم عشاق في دائرة أوليائهم بحدود علمي لا أتذكر نصا وصف به أئمتنا مجموعة من أوليائهم بهذا الوصف على أي حال أعود إلى الحديث أمير المؤمنين هو الذي يصفهم فهو يتحدث عن أن كربلاء مناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم كلامهم واحد مثل ما قال الحسين لا أعلم أصحابا فالحسين لا يتحدث عن علمه كما أتحدث عن علمي مثل ما قلت لكم قبل قليل إنني لا أتذكر نصا بحدود الصور المطبوعة في ذهني في هذه اللحظة أما الحسين فإن الزمان سيكون بمثابة نقطة واحدة عنده إنه يتحدث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل من دون تقطيع للزمان تلك هي الرؤية الإحاطية القرآن يؤيد هذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبحسب قراءة العترة الطاهرة والمؤمونون لأجل التفسير لا لأجل التلاوة فرؤية الله في هذه الآية مطلقة لا تقيد لا بزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل ولا تقيد بالأمكن ورؤية رسول الله كذلك ما هي الآية واضحة الرؤية هي هي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنهم أئمتنا لذا يقول أمير المؤمنين لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم كلامهم واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجا هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم قنادرهم علم رجالهم ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجا منهجهم لو طبقناه على كل هذه الحقائق التي عرضت في هذا البرنامج لما بقي منها شيء ولذلك هم عقولهم فارغة ماذا ملأوا عقولهم ملأوا عقولهم بالبول والغائط ودماء الحيض وأمثال ذلك مشغولون في ليلهم ونهارهم ببعض ثقوب عند الإنسان في أسافله وليس في رأسه مثلا كأذنيه وعينيه مشغولون ببعض ثقوب الإنسان وما تنتج من إنتاج عظيم عقولهم عقول مراجع النجا ومكتبته مراجع النجا التي ألفوها تدور في هذه الدائرة في دائرة بعض ثقوب في أسافل الجسم الإنساني وما يخرج منها من إنتاج عظيم ملأوا رؤوسهم به أما هذه الحقائق العظيمة فلا شأن لهم بها أنا متأكد هم لا يعرفون هذه الرواية لأنهم لا يقرؤون الحديث ولا يمرون عليها وإذا ما مروا بها لا يعتقدون بها لأنهم يضعفونها بحسب قذارات علم قنادرهم إنني أتحدث عن علم القنادر عن علم الرجال هذه هي العبادة في أوضح صورها وهؤلاء هم العشاق ماذا قال رسول الله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها والعبادة في أسمى مراتبها هي التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه هي العبادة الحقيقية أين أنتم يا أشياع القائم عن هذه العبادة أين أنتم أين أنتم عن هذه العبادة الحقيقية وعن هذا العشق الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر فالفقر في جنب قائم آل محمد أحب إلى هؤلاء العشاق من الغنى بجانب غيره والمرض بجانبه أحب إليهم من الصحة والعافية والقوة والنشاط بجانب غيره وهوان الدنيا بجانبه حلاوة ولذة أحب إلى قلوبهم من عزة الدنيا بجانب غيرهم من حثالات بني البشر من زعامات السياسة أو من حثالات بني البشر من زعامات الدين هذا هو العشق وهذه هي العبادة ولهذا خلقنا لهذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن الله خلق الدنيا فإن الله خلق الوجود لهم وبهم فلابد أن يكون برنامج العبادة الذي لأجله خلقنا لابد أن يكون مرتبطا بهم ولهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر